البيوت المصرية كلها على قدم وصاق علشان الامتحانات أغلب بيوتنا فيها طلاب سنوية عامة ومن هنا وجهت وزارة التربية والتعليم تعليمات مهمة للمسؤولين عن وضع أسئلة امتحانات السنوية العامة تتعلق بشكل وطبيعة الأسئلة وضوابط وضعها إزاي هتبقى كالتالي أسئلة امتحانات السنوية العامة هتكون بنفس مواصفات السنة اللي فاتت وما فيش تغيير في عدد الأسئلة الاختيارية والمقالية دي أول حاجة توزيع درجات الأسئلة بيكون زي السنة اللي فاتت إن شاء الله مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة على أنها تكون أسئلة واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل وكمان إيه يا إيمان ممكن وكمان أنه الأسئلة تكون متناسبة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة يعني ما يبقاش الوقت أقل من أن الوقت المفروضة جاوب فيه السؤال وراجع كمان وطبعا عايزين برضو نقول لحضراتكم أن كل الشروط والضوابت دي ماتخدة من الطلبة نفسهم لأن اتحاد طلاب التنوية العامة الوزارة قعدت معاهم بشكل ديمقراطي عظيم جدا وحضاري جدا جدا سألتهم أنتم محتاجين إيه عشان تجاوبوا كويس وتكونوا مرتحين وديك خطوة ممتازة الحقيقة صحيح حاجة كمان أن الأسئلة الموضوعية واضحة جدا ومحددة وليها إجابة واحدة صحيحة ما بين البدائل الأربعة يعني عندنا دايما يبقى فيه أربع اختيارات هي إجابة واحدة ما نجيش بقى نعلم على اتنين ولا تحمل التأويل هي إجابة واحدة فقط هي دي اللي موجودة كمان فيه ضرورة مراعاة التكافؤ بين مواد اللغات الأجنبية التانية ده برضو خبر جديد وخبر مهم عن اللغات الأجنبية واهتمام من ودارة التربية والتعليم أنه هما يبقى فيه السنوية موضوع كبير وهي بعبع للطلاب كلهم للأسف مش عايزينكم تخافهم خالص والموضوع بقى سهل وواضح وكل حاجة موجودة ومقروقة ومكتوبة بس أنتوا تدوروا على اللي أنتوا عايزين تشوفوه من المواقع بتاعة السنوية العامة نتمنى طبعا التوفيق والنجاح لكل أولادنا ومش هتبقى بوع بوع بالأسلوب اللي احنا بقلنا سنين بنشتغل فيه كام سنة اللي فاتت إن شاء الله طريقة الانتقاء والاختار متعدد الإجابة المتعددة والأسئلة لمتعددة الإجابات بتختار واحدة منها يعني أعتقد أن الوزارة بتيسر طول الوقت الأمر وفعلا زي ما قالت إيمان بتتحور فيه حوار طول الوقت المجتمعي ما بين المدرسين والطلبة والأهالي اللي على الجروبات الحقيقة بترعيهم جدا فنتمنى النجاح والتوفيق لأولادنا السنة جريت يا أولاد السنة جريت العمر كله بيجري يا مولد يعني يمتحنوا بعد رمضان وفيه ناس بتمتحن بيكلك الرمضان كمان العمر بيجري يا وليد عمر لحظة